تعالي ناخد الحدوتة بتاعة إحلال المركبات زي ما نقول كده من طقطة لسلامه عليكم أو من أول توتا توتا مش خلق لأ من أول كان يا مكان أوكي تمام مبادرة إحلال السيارات هي مبادرة رئاسية حلو تم إطلاق المبادرة بتوجيهات من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2021 بهدف إحلال السيارات التي مر على صنعها 20 عام فأكثر بسيارات جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي جميل فمن هنا ابتدت المبادرة حلو جدا لينا أهداف في المبادرة هدف بيئي ده واحد هدف اقتصادي هدف مالي هدف صحي هدف اجتماعي كل دي أهداف تندرج تحت المبادرة طب بتيجي ناخد اللي وراء كل هدف طب الهدف البيئي بالنسبة لي مفهوم الهدف البيئي طبعا إن إحنا بنقلل الإمبعاثات الكربونية التلوث الجو تمام كل ده بيأثر معانا في الدعم اللي بنعمله للصحة تمام إحنا لما يبقى فيه إمبعاثات كربونية والهوى بتاعنا ملوث الصحة بتتأثر طبعا فالدعم بيزيد إن إحنا بنصرفه على الصحة فلما بنقلل ده من الأول بيأثر معانا إيجابي في حتة تاني مظبوط هدف اجتماعي أنا هنا بخلق فرص عمل للشباب إن هو يقدر يجيب عربية جديدة يشتغل عليها تجيب له دخل مظبوط هدف سياحي إحمد الوقت طبعا سياحي وحضاري في نفس الوقت لما الشارع بتاعنا يخلو تماما من العربيات القديمة والعربيات اللي بتعتل وتعمل تكدس مروري والمظهر الحضاري بتاع الشارع نفسه بالعربيات الجديدة اللي فيه ده برضو حاجة مهمة كل دي أهداف تهدف لها المبادرة بتاعتنا المبادرة الرئاسية لإحلال السيارة طيب ممكن يجي في بال بعضنا إنه المبادرة هل الزخم بتاعها زي ما بدأت مستمرة وبتاخد مومنتم ومكملة لحد دلوقتي ولا هديت طيب خلينا نتفق على حاجة إحنا طبعا دلوقتي بنمر بتحديات وأزمات عالمية وفي مجال صناعة السيارة صح تمام؟ سواء في الخارج أو في مصر عامل مبادرة إحلال السيارات في الوقت اللي أنا بكلم حضرتك فيه دلوقتي إحنا سلمنا بالضبط 27172 عربية لحد دلوقتي منذ اطلاق المبادرة من مارس 21 للوقت اللي أنا بكلم حاجة فيه دلوقتي من مارس 21 لحد دلوقتي من مارس 21 لحد دلوقتي لشركات السيارات اللي تم تسلمها للمواطنين جميل يعني فالدولة شالت الدولة شالت عن المواطن المبلغ دوت 670 670 مليون جنيه حلو حافظ أقدر جميل في سبيل إن المواطن يقدر يحصل على عربية جديدة زيره تكلفة تشغيلها أقل غير ملوثة للبيئة يقدر بالضبط يستخدمها فيه إنه يحسن دخله أو يخلق لنفسه دخل جديد بالضبط أو يستخدمها كعربية ركوم أو عربية خاصة بيه هو بالضبط طيب العربيات أو هذه المركبات هل هي مركبات ملاكي وأجرى لا هي تاكسي يعني زي ما بيتقال ولا أي شكل من أشكال المركبات الميكانيكية اللي كانت بتدور زمان بالبنزين أو السولار إلخي إلخي هي عربيات ملاكي وعربيات أجرى بنوعيها التاكسي والميكروبوس حلو يعني الميكروبوس داخل فيها الميكروبوس داخل معا عظيم